السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة وكنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا هالفيديو واليوم ان شاء الله وصفتنا عبارة على جوج اوكلات اللي تنوجدهم في ظرف عشرات دقيق يعني ساهلين ما كيجوناش وعرين وكن غيروا من الاكل هاد الوصفة كان قدروا ندروا فيها زعلوك اللي هو غاني على التعريف وكان رافقوه باكلة تابعوا معي الفيديو حتى الاخير ثم غادي تشوفو ولا عجبكم اه ديروا ديروا لايك للقناة اللي ما مشاركش في القناة واجداد على القناة يشاركوا في القناة باش دائما ان شاء الله يتوصلوا بالجديد احنا غادي نقطعوا النجال ديانا غادي نوجده قطعته بحال هكا نقيته عرط نقيا انا دائما كان بدا من الاول باش كنوري للبنيات المبتدئات اللي باقين صغار باش كنوريهم كيفاش كن نخدم الحاجة من الاول كنحاول باش ما نطورش عليكم الفيديو انا غادي نقطع هاد الفلفلة بعد ما ادرت شوية الملحة في الماء مقدرت في هاد نجال حالا كان مقطع طريفة اه مرصوات كبار كان قطعت الفلفلة هنا بعد ما قطعت الفلفلة وقطعت الدنجال غادي ندير طنجرة قطعت وغادي ندير في هاد نجال بعد ما نعصره من الماء اهور الفلفلة كنجيبو حد جوج فصوص ديول التوم او ثلاثة تومة كتبقى اختيار ديالكم الى ما بغيتوش تقويها باش ما كتعطيش الريحة انا كتعجمني تومة كنا نقويها وهي دبا في هاد البرد دبا بده كي يبرد الحال كتكون مزيانة وصحية احنا غادي ندير شوية القصفر والمعد نوس نزعلوك ديالنا ساهل كيتوجد في خمسات دقائق كي يكون موجود كندير المليحة وكندير الكوركم او الخركم البلدي حسب معلقة كندير كامون حض نصف معلقة باش ميمرش خصبر يابس نصف معلقة تحميرة او الفلفلة حلوة تهي نصف معلقة كنزيد لي بزار او الفلفل الاسود وتندير الزيت البلدية كندير هنا حساب نسكاس تنزيد شوية الزيت البلدية كنا انا عيني ميزاني ولكن ما اللي لا بغيتوا تعبرو كتعبرو بالكاس صغير كنديره نسكاس وراكي يجي يعطي البننا صفي بحال هكا غادي نطيبو غادي نشعل عليه نصد عليه الكوكوت بعد ما تصفر الكوكوت كنخليه خمسة دقيق ناقص عليه الكوكوت غادي نجيب واحد المقلة انا عندي هنايا القرعة كورجيت بعد ما غسلتها وكنقطع عمر صوت ندير الاقلة الثانية انا هنا غادي نقطع عمر صوت راح كافيين بعد ما تصفر شوية الزيت البلدية غادي نديرها هنا باش تشحر وتطلق غادي نزيد القرعة غادي نحطها فوق البوطة ونشعل عليه العفير هيلة بج ما تحرقش غادي نحطينا هاكا تشحر انا غادي نخليها فوق البوطة وغادي نجي نصوب واحد شوية القصفر والمعدنوس واحد الماطيشة واحدة حبة دي الماطيشة نقطع عرقيقة بعد ما حيتلا زريعة وحيتلا المديالها نخلي على هبيرة وغادي نقطعها كرقيقة مع القصفر والمعدنوس بجضغيها كالطيب هنا غادي نجيب جوش فصوص دي التون صافعي كنهرسو هاكا وكنقردها وحنا كنشحرو في المقلفة هيا بدات كتحمار وكتعطي اللون الدهبي وغادي نخوئ لها وغادي نخوئ لها ماطيشة والتومة والقصفر والمعدنوس نخليها تشحر بهاها بعد ما تشحر غادي نتبله يما طيشة بدات كالطيب والقرعات عيات كلقات بدات كالطيب انا غادي نتبل هنايا كندير واحد الرشة دي الكامون للخرقوم البلدي شوية ديلة حمارة أو فلفلة حلوة وغادي نجيب واحد الاناء وغادي نجيب هنا خمسة البيضات انا عندي البيض البلدي البيض البلدي كيكون فيه هنا يلي خاصر كنهرسها وكنديرها في زلافة حتى كنشوف اللي ماشي خاصر عادي باش كنديرها لأن البيض البلدي كيخسر الثالثة الرابعة هادي خاصرة غادي نحيضها صافي غادي نكتافي عادي هادي ربعة البيضات دائما للك البيض البلدي تهرسوه بوحدو عادي باش كتشوفوه هنا كندير واحد حسب واحد جمعا القضية للحليب ورشة الملح صافي وكن نخلط هادي البيض مزيان وغادي نخوي البيض بعد ما طابت القرعة وهذا المطيشة نخوي البيض من الفوق نحنا غادي نجيب شوية الفرماج نتو ما نقدير الفرماج اللي سيعجبكم مبشور صافي وغادي نغطي عليها وكنخليها الطيب هاي الزعلوك ديال نوجد يعني ما بغيتش أنا نندلكو باش يبقى مفروز كتبقى نجال بوحدو كيبقى الفلف لبوحدها يعني المريقة دياله خاترة هو بدون ماء مدرنا فيه لما لوالو عردك المدية للخضرة القرعة ديالنا وجدات وجربوا هاد الوصفة اراها اكلة كاملة ولعجبكم في فيديو شاركوا في قناة قناة باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد وانا غادي نقدم لكم الاكل ديالنا ما شفتو معي البيض كيفاش كاي يجي هو والفلفل لا هو وعفوان هو والقرعة وغادي نرفقوها بشوية انجل اللي احنا درناها زعلوك يروس بديالنا موجودة ولعجبكم الفيديو شاركوا في قناة وما تنسوناش من اللايكات باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة